معظم الناس لما بدهم يعملوا حمية بقولوا بدي أعمل حمية ما فيها خبز ورز ولا نشويات لأنه هاي الطريقة الوحيدة إني أنا أخسر وزن بس اللي بدي أقولكم إياه إنه هاي من أكتر الأخطاء الشائعة واللي بتأدي لملل كتير كبير بالحمية واللي ممكن تأدي لزيادة في الوزن المشكلة مش بالخبز والرز المشكلة باختيار الخطأ لأنواع النشويات لكمية النشويات اللي إحنا عم نتناولها وكمان مرات مشكلتنا إنه الحمية نفسها ما عم ندخل فيها أشياء مفيدة تساعدنا بنزول الوزن مع تناولنا للنشويات فعشان هيك الفيديو اليوم رح يكون بكل إشي بخص النشويات والخبز والرز بالرجيم وشو الأشياء الخطأ وشو الأشياء الصح ويلا نبدأ بفيديو اليوم النشويات ليش مهمة؟ النشويات مهمة لأنها هي مصدر الأساسي للطاقة وبطاعة تطاقة أساسية للدماغ ولا العضلات وخاصة للتفكير كمان أهم إشي للدماغ هلا لما نقطع إحنا نشويات تماما زي بحمية الكيتو أكيد الجسم رح يبطر يستخدمي لدهون واللي هي من سميها بتتحول لبعدين لكيتو مبادز وبطاعة تطاقة ولكن للأسف هاي الحمية لفترة طويلة من الزمن بتصفي إلها مشاكل وممكن ما يقدر عدد كتير كبير من الناس يستمروا فيها فمشكلتنا مش بالنشويات المشكلة باختيار الخطأ لأنواع النشويات خليني أعطيكم على مثال لشخص بحكي أنا ما بياكل نشويات أو ما باكل إشي ولكن عم بزيد وزني خلينا نشوف أول مثال من أكثر الأمثلة الشائعة إنه في ناس أو صبية بتقولي أنا ما بافطر ومرات إذا بدي أفطر بمر باخد حبتين ثلاثة معجنات وباخدهم معي كوجبة فطور أو بالشغل وفي ناس بفكروا إنه هذا الحجم الصغير يعني إيش دي يكون فيها هلا بنا نعرف إنه العجين كل ما تكدس يعني فيه كمية نشويات وعجين عالية فمثلا أنا لما أكل حبتين معجنات وعادة هدول لما يكونوا سخنين سهل الواحد يأكلهم يعني بياكلهم بسرعة وخلص ولكن هاي تقريبا فيها 30 جرام نشويات وهاي فيها 30 جرام نشويات يعني إذا بدي أكل هذا الخبز الصحي هذا خبزي على فكرة خبز المورينغا هذا الخبز شوفوا حجمه قديش هذا عبارة عن 30 جرام يعني إذا أنا أكلت خبزتين من هدول بيعاد له كمية النشويات الموجودين هون بس مرات الواحد ممكن يشبع من خبزة واحدة وهاي الخبزة إذا حطينا جنبها خضار وحطينا مصدر للبروتين زي بيضة زي لبنة زي لبنة وجبنة مع خضار بصير عنا وجبة صحية أما بهاي الوجبة إذا أنا بأخذها كل يوم أنا بس عم بأخذ عجين وأغلب أنواع العجين ممكن يكون فيها سكر وممكن يكون فيها تكون قليلة جدا بالبروتين يعني يضو بيكون فيها ندفت جبنة وندفت لحمة ما فيها قيمة غزائية عالية فهونا هذا مثال على الناس اللي بيحكوا أنا ما بأكل إشي بأكل حبتين معجنات وانا قاطع خبز ورز بس عم بزيد وزنه لأنه ما عم بنتبه لنوعينة الوجبة وشو مكونات الوجبة مثال ثاني خليني أورجيكم إياه في ناس بيزهقوا من الدايت بيصيروا بعصبوا بنرفزوها دائما بنشوفها أنا قاطع خبز ورز وما عم بنصح ما عم بنزل وزن متأسفة فبرجعوا برجعوا لروتينهم شايفين هاي الخبزة هاي الخبزة لأنها ممكن حجمها صغير وطرية وبتعرفوا أنه هذا الأكل اللي فيه سكر وعجين بيعطيه شعور بالسعادة برفع الدوبامين في الواحة بدي أكل أكتر فهاي العجين وزنها على الميزان تسعين جرام يعني ما يعادل ثلاثة أرغفة من الخبز الصحي وبرجع بحكي أنه الشخص ممكن يأكل هاي بسهولة خاصة إذا سخنها على السخان وصارت سهلة ومع جبنة عم بتموتوا سايحة فهو معكل ثلاثة أرغفة على وجبة كتير خفيفة وأكيد أغلب الناس بكونوا مستعجرين ممكن يدهنوا شوية لبنة لا في عندنا خضار ولا في عندنا ألياف ولا غيرها فبنا ننتبه لا أنواع النشويات اللي إحنا بنختارها ولا كمية العجين اللي بتكون بنسبة النشويات فهذا مثال تاني على هاي الوصة خليني أعطيكم أمثلة تالتة مثال تالت الرز نفسه بنا نعرف أدي حصته عادة الحصة الغذائية من الأرز تطلع ثلاثة معالق من الرز المطبوخ فيها تقريبا ثمانين سعر حرارية إذا ما فيها زيت أو ما في كميات كبيرة من الزيت لما أكل أنا طبق رز ودجاج وأكون كتير جوعاني أكيد رح أكل كميات كبيرة من الأرز ما رح أكتفي بست معالق أو تسع معالق ممكن أكل 12-13 معالق ولكن إذا هاي الوجبة زي الأرز مع قطعة البروتين حطيت ست معالق سبقتها بسلطة أو حطيت سلطة بنفس الصحن أكيد رح أشبع عشان هيك الوجبات اللي فيها يخنات زي ملوخية وبامية ممكن أشبع فيها أكتر لأنه اليخني عبارة عن خضار وألياف وبتساعد على الشعور بالشبع فدائما لما بدكم تعكلوا النشويات كتير أنا بشجعكم أنه أنتو تعرفوا شو يعني مقدار الحصة الواحدة من النشويات وطبعا مقدار الحصص لكل شخص بيحددوا أخصائيتي التغذية يعني ممكن أنا أحتاج بحمية 8 حصص نشويات حدا تاني بيحتاج لعشرة حسب المجهود البدني وغيرها وأكيد أخصائيتي التغذية بتقدر يتحدد لكم أدي حصص النشويات اللي أنتو بحاجة لإلها هاي أول مقطة تاني مقطة بدي أعرف كمية النشويات من كل نوع يعني أدي بتعادل يعني مثلا الواحد توست بعادل 3 معالق روز بعادل 3 معالق أفريكي فأتقف وأعرف لأعرف أدي الكمية اللي أنا لازم أتناولها تالت نقطة كتير أساسية ما بيصير بس نركز عن النشويات لازم يكون بالحمية فيها بروتين في عنا ألياف زي خضار وفواكه تكون بحميتنا وكمية النشويات ممكن تكون موجودة بأطعمة تانية يعني لما أكل فواكه أكيد فيها مصدر للنشويات وبدين حسب من كمية النشويات المسموحة لإليه مرات كمان من الأخطاء الشائعة جدا إن الشخص بقطع خبز ورز بس بياكل ألواح طاقة وهاي عادة بكون فيها نشويات بياكل بسكوت مرات 3-4 بسكوتات وهدول البسكوت إذا كان كبير وشوي خميل ممكن يعادل كمية النشويات بأربع ترغفة خبز وهدول بس لما نغطهم بالشاي فأنا عم باكل من غير ما أنتبه أو إذا عم باكل سكريات وحلويات مختلفة طبعا كل هاي المعلومات أنا بقدر أساعدكم فيها وإذا حابيني وصل لكم نظام الحصص تقدروا تدخلوا على موقع الإلكتروني www.rubadiet.com إذا بتنزلوا شوي بالموقع الأتحد فيه عندنا أحصل على نظام الحصص تضغط عليه وأنا راح أحط لكم لينك الموقع تاعي بالموجود تحت بالوصف تحت الفيديو لتدخلوا وتتعرفوا على الحصص القذائية من كل أنواع الأطعمة وأكيد إذا بدكم حمية صحية خاصة فيكم تعرفوا فيها كمية الأكل لازم تتناولوها من النشويات من غير ما يؤدي لزيادة في الوزن تقدروا تشتركوا معي من أي مكان في العالم عن طريق موقع الإلكتروني www.rubadiet.com بحب أسمع تعليقاتكم بحب أسمع أسئلتكم واستفساراتكم تقدروا تكتبوها بالكومنتز تحت الفيديو وأنا أكيد بس أشوفها راح أرد عليها كلها بفيديو مفصل عن كل الأسئلة اللي أنتوا بتحبوا تسألوا عنها في مجال الحمية والصحة والتغذية وأنا أكيد بشوفكم بفيديو جديد إذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب بالقناة وتفعلوا الجرس عشان أول ما أبعث لكم فيديو بيعطيكم تنبيه تقدروا تحضروا فيديوهاتي أول بأول وأكيد بشوفكم بفيديو جديد باي باي